في جهد كبير صار الفترة اللي فاتت وكان لكم دور كبير في وضع الخارطة التشريعية وكانت مثل حجر زاوية لمشهد التعاون النيابي الحكومي هذه التجربة مثل ما تفضل ببراك ما كانت تصير كل مرة اليوم هذه تجربة تعتبر مختلفة على المجالس اللي فاتت وانت لك دور كبير فيها أبي أتعرف على هذا الدور وشن اللي صار خلال فترة اللي فاتت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عشرف المسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه جمعين كل شكر لك أخوي بو عبد الرحمن على هذه الاستضافة وعودتي إلى مكان غالي وعزيز على قلبي مثل تلفزيون راية مكانك بو عبد الرحمن العمل الجماعي في مجلس الأمة منذ سنوات كان هو المطلب الأسمى لكثير من التحركات السياسية الأمر اللي اختلف وأنا أكد على كلام بعض الأخوان في الفترة اللي طافت أنا أعتقد أن الأمر اختلف من 22-6-22 لما بدأ بالخطاب السامي الواضح في عدم التدخل في الانتخابات في عدم التدخل في لجان المجلس في عدم التدخل في رئاسة المجلس هذا الخطاب وهذه النفسية في التعامل مع المشهد السياسي التي غيرت المشهد بشكل كبير داخل الكويت جعلت من الممكن لمجلس الأمة بقسمه سواء كان البرلمان أو الحكومة أن يعودوا إلى الأصل الأساسي للعمل البرلماني وهو التعاون مفهوم العمل البرلماني في الكويت تشوى خلال السنوات التي طافت بسبب الخلافات السياسية بسبب الصدامات التي كانت موجودة أصبحت القاعدة أن يكون هناك تأزيم داخل المجلس وليس تعاون أصبحت القاعدة أن يكون هناك نائبة مميزا مقابل نواب في صف الحكومة والأصل هو التعاون والأصل هو التعاون اللي صار في مجلس 22 أو في مجلس 23 هو العودة إلى الأصل الذي كتب به الدستور هو التعاون ما بين السلطات كل سلطة لها اختصاصاتها ولها دورها ولكن تتعاون هذه السلطات لتحقيق الإنجاز الأكبر للشعب الكويتي وهذا الأمر اللي تحقق في 22 بدرجة معينة ووضح بشكل واضح وكبير في 23 من خلال خارطة تشريعية العمل لما يكون عملا فرديا من الممكن لنائب أن يقدم عملا مميزا من خلال جهده ولكن عندما يكون العمل عملا جماعيا فتأكد بأن النجاح مضمون لهذا العمل أن التمييز مضمون لهذا العمل وأن كثرة المشاركين في هذا العمل ستقدم عملا برلمانيا محترما وجادا ويلامس ويلبي تطلعات كثيرة من ابناء الشعب الكويتي وحصلت هذا التعاون النيابي النيابي الهند بعيدا عن نيابي الحكومة النيابي النيابي هو كان الأساس للخارطة التشريعية الذي حصل في الخارطة التشريعية بأننا طلبنا من جميع النواب سواء أول شيء في الدور العقاد الأول لم يكن هناك مجالا لأن يتم طلب الأولويات من النواب فكان الاتفاق في دوانية الأخ محمد هايف وأيضا في اجتماع الذي لحق في مجلس الأمة لأن يكون الاتفاق على القوانين التي كانت شبه جاهزة من مجلس 22 وهي قانون المدن الأسكانية وقانون التيمين الصحي للرباط البيوت وقانون المحكمة الدستورية وقانون مفوضية الانتخابات لما أتينا في دور العقاد الثاني كانت المهمة أصعب وأكبر وأكثر عرضة للفشل لماذا؟ لأنك تتحدث عن دور العقاد كامل ليس شهر ولا شهرين ولا ثلاثة تتكلم عن ثمانة شهور فمن الصعب جدا أن تنسق أولويات 48 نام بالضبط هذا اللي تخيلته في سؤال كل واحد منهم يعتبر حزب بذاته لكن كان منه الواضح ومن اليوم الأول بأن الالتزام الوطني العالي عند هؤلاء النواب في أولويات وفيما قدموا حتى لما طلبنا منهم الأولويات وتقدموا فيها كان منه واضح أن هناك إحساس عالي بالمسؤولية كان واضح جدا بأن هؤلاء النواب بعضهم تسامع على أولوياتها التي يعتقد أنها يجب أن تكون في بداية دور العقاد وقدم أولويات يعتقد بأن هناك اتفاق كبير عليها وأن هناك توافق نيابيا حكوميا عليها في غضايا كثيرة في قوانين كثيرة مهمة لكن رأوا بأنه قد تكون هذه القوانين مدخل للخلاف المبكر ما بين السلطته لذلك بده ولي على الاتفاق بده الذي ممكن أن يتم الاتفاق عليه والذي يحظى باتفاق واسع لذلك أتت الخارطة التشريعية معبرة عن كثير من تطلعات أبناء الشعب الكويتي وأيضا معبرة عن إحساس هؤلاء النواب المسؤولية تجاه دورهم البرلماني لذلك لما طلبنا منهم هذه الأولويات وتم ترتيبها وتقديمها بشكل واضح للأخوان كان هناك اتفاق كبير عليها ولما قدمت للحكومة في السابقة في مجلس 22 كان أيضا هناك توافق عليها لأنها أخذت بعين الاعتبار المسؤولية النيابية والمسؤولية الحكومية لم تحاول أن تفرض سلطة المجلس على الحكومة ولم تحاول الحكومة أن تفرض سلطتها على المجلس كان هناك تعاون واضح وهذا كان هو أساس النجاح اللي وصلنا له اليوم واضح أبو عبدالي يتفضل أود أن أعقب على جزئية قانون الغرفة هل هو أهم من قانون التعليم أو هل هو أهم من قانون الصحة بحسب ورودها في الخارطة التشريعية حتى يكون الأمر واضح عند الجميع لحد الترتيب للقوانين في الخارطة التشريعية ومعوامل كثيرة ما هو الأهمية بقدر ما هو مدى جهوزية القانون يعني بعض القوانين مثل قانون القرفة كان جاهز جاهز حتى من المجلس اللي طاف قانون مثل قانون تطوير التعليم لا يزال في اللجة التعليمية يحتاج أراء الجهات المعنية يحتاج توافقاً حكومياً نيابياً على القانون وعلى طريق تطبيقه والمدى اللي يوصل فيه للتعديل قانون الصحة كذلك محتاج أيضاً توافق ما بين الجهات المعنية فاللي حدد القوانين داخل الخارطة التشريعية ومدى وجودها في بدايات الخارطة أو في متصفها وغنايتها هو مدى جهوزية هذه القوانين وهذا أمر لا يقلل من أهمية القوانين أو الاقتراعات بقوانين التي أتت في الأشهر الأخيرة من الخارطة التشريعية هي تحدد بحسب جاهزيةها ابو عبد العيس بالحديث عن القوانين أنا سؤال الحين في قوانين ردتها الحكم وشو رح تتعاملهم معها؟ تعاملوا معها حسب الأطور الدستورية يعني الدستور نظم آلية رد القوانين ونظم آلية تعامل المجلس وياها المادة 65 عطت الحق لرئيس الدولة يعني من المفارقات أن هذه المرة الوحيدة التي ذكر فيها صاحب السمو الأمير كرئيس للدولة في الدستور بأنها لا حق أن يرد قوانين للمجلس وللمجلس الحق بأن يتعامل مع هذا المرسوم أو هذا الرد بالإجراءات الدستورية الموجودة بالنسبة للقوانين التي تم ردها أعتقد قانون رد الاعتبار عند الخوان في اللجنة التشريعية لكن أنا أتحدث عن قانون المعاقب بحكم رئيس لجنة شون ذوي الإعاقة في المجلس الهدف طبعا من أي تشريع أن نصل فيه إلى توافق حكومي نيابي يضمن لهذا المشروع أن يكون هناك إجماع عليه وأن تنفذ الحكومة بالشكل الذي ارتعى المشرع من خلال التعديلات فردينا مرة ثانية من خلال لجنة شون ذوي الإعاقة بالاجتماع مع الأخوان في هذه الإعاقة واجتماع مع الأخوان في وزارة المالية وفي التأمينات وفي الفتوى التشريع للأخذ بالأسباب التي أدت إلى رد التعديلات ومستمرين في أن نعالج هذه الملاحظات هناك تسع ملاحظات بعضها نعتقد بأنه أصاب في ملاحظته والبعض الآخر وبعد المعالجة وبعض الآخر لنا ملاحظات أو لم نتفق مع الملاحظات الموجودة قصد ودع عالجت ما الخطة اللي بعدها؟ سيعادل تصويت للمجلس مرة أخرى إذا تم عليه تعديل فسيكون قانونا اقتراح بقانون جديد يتم التصويت عليه مرة ثانية وإذا لم يتم التعديل عليه فيكون ذات القانون يتم التصويت عليه حسب المادة 66 فتوجهنا بأنه يكون هذا القانون محل اتفاق حكومي نيابي مرة أخرى حتى نحقق الهدف المطلوب من هذه التعديلات اليوم ما هو هدفنا ولا هو هدف أعتقد أي نائم موجود في المجلس أنه أفرض على الحكومة القرار الذي أبي هذا أبداً ما هو هدفنا هدفنا هو أن نتعاون مع السلطة التنفيذية حتى نصل إلى الاتفاق يخدم الناس اليوم ما جينا لهذا المكان حتى نكون خصوم لأحد أتينا لخدمة من حملونا أمانة التمثيل ووضعونا في هذا المكان لتمثيلهم لذلك سيتم التعامل مع رد القوانين بهذه النفسية و بهذه العقلية واضح يمكن أبو عبد العزيز أنتو عندكم أولويات ولكن المواطن البسيط أنتو عندكم أولويات قوانين تنظيم عندك وشايفين أنتو أكثر لكن البسيط يقول لك أنا يهمني شارع يكون زين أبي إصلاح الطرق يهمني تعليم ويهمني إصلاح المنظومة الصحية هذه يعني الحد الأدنى من أمنيات أي إنسان أتوقع لو توقف أي إنسان على مختلف تعليمه ولا طبقته ولا عمره هذه أولويات أساسية هالموضوعين مثلا الموضوعين البسيطين وين رايح الأمور فيهم شوف أبو عبد الرحمن في جزئية مهمة يجب أن تكون واضحة لدى الجميع اللي هي الأساس في العمل التنفيذي هو السلطة التنفيذية الأساس في اقتراح القوانين ومعرفة الحاجة الفعلية لإقتراح بعض القوانين أو تعديل بعض التشريعات يجب أن تأتي من السلطة التنفيذية دور مشرع دور عضو مجلس الأمة الحقيقي يجب أن يكون في الرقابة على هذه التشريعات والموافقة عليها والرقابة على العمل الحكومي والتنفيذي اللي صاير في الكويت هو انقلاب لهذا الأمر مجلس الأمة مضطر أن يقوم بكثير من التشريعات اللي مفروض أن تكون أساسا حكومية يعني على سبيل المثال القانون الرعاية الصحية اللي تقدمت فيه في نهاية مجلس 22 المبطل وعد تقديمه في مجلس 23 هذا القانون هو في الأساس نتيجة لدراسة قامت فيها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في 2018 بالاتفاق مع منسسة الكويت للتقدم العلمي لدراسة الوضع الصحي في دولة الكويت بشقي الحكومي والخاص هذه الدراسة من أثر الدراسات اللي تم عملها لدراسة القطاع الصحي في الكويت هذه الدراسة تلاها مباشرة في 2019 توصيات أخرى دراسة أخرى للخروج بتوصيات لتطوير الرعاية الصحية في الكويت كانت عبارة عن ست توصيات استراتيجية نتج عنها 15 توصية مباشرة للأسف أنه من 2019 لغاية اليوم لم يكن هناك أي تحرك من وزارة الصحة أو من الحكومة بشكل عام لتطبيق هذه التوصيات لذلك لما نقول أن هذا العمل كان يجب أن يأتي من السلطة التنفيذية هو يجب أن يكون نتيجة هذه الدراسات وهذه المعلومات المتوفرة لدى الحكومة ولكن لما رأينا أن الحكومة لا يصوب الأمر هذا كله وزارة الصحة اليوم في الكويت تصرف سنويا ثلاثة مليار دينار ميزانية مرعبة ميزانية دولة ما هي ميزانية وزارة وجهة حكومية وفي المقابل الخدمات التي تقدم لا تقارن بهذا المبلغ الكبير الذي تم صرفه مفهوم فهناك خلل واضح والمشكلة الأكبر أن هذا الخلل موجود له في هذه الأبحاث وفي هذه الدراسات وفي هذه الأعمال البحثية حلول ما الذي معطل هذا الموضوع تحديدا معطل أن لا توجد إدارة سليمة قرار فقط قرار ورقبة أساسا قبل القرار رقبة هناك مراكز نفوذ ستتضرر إذا اتخذ مثل هذا الأصلاح هناك قوة متنفذة مستفيدة من الوضع السيء الموجود سواء على المستوى الإداري على المستوى المالي على المستوى حتى التجاري وقوة مستفيدة لا يمكن أن تقبل بتغيير الوضع الموجود حاليا صحة الناس منحوق عليها لكن مصالحهم ونفوذهم ومناطق النفوذ الخاصة فيهم ماليا وإداريا ومعنويا يجب أن تحفظ فهذا الأمر هو اللي أدى إلى أن نحن نتقدم بهذه التعديلات أنا هذه التعديلات لما قدمتها فيه في 2022 وفي بداية 2023 دخلت فيها على صاحب السمو الأمير لما كان ولي عهد عرضت عليه هذا المشروع قال يا ولدي الشيء اللي في دهل الكويت حنويا اقعد مع رئيس الوزراء اقعد مع وزير المالية وقعد مع وزير الصحة إذا اتفقتوا على هذا الأمر فتوكلوا على الله جلسنا في اللجنة الصحية أنا لا أعضوا في اللجنة الصحية الأخوان في اللجنة الصحية ليس مقصرين كايمين بالدور كبير في تهيئة هذا القانون من أجل إقراره جلسنا في اللجنة الصحية مع الأخوان في وزارة الصحة طلبوا مهلة للجميع مدرك أن الوضع يحتاج إلى تعديل الجميع مدرك أن الوضع استمراره بهذه الطريقة أمر غير مقبول لكن الأمر يحتاج إلى قرار يحتاج إلى رقبة يتبعها قرار واضح في إنهاء الوضع الحالي هذا بالنسبة للمنظومة الصحية بالنسبة للطرق نحن في مجلس 22 في مجلس 23 في بداياتك كانوا يتحدثون عن عقود لشركات عالمية لذلك دعمنا هذا التوجه بشكل واضح حلوا المشكلة الموجودة عند الناس في نهاية الأمر هذا دوركم اللي تبونا منه تبونا منه تشريعات تبونا منه ميزانيات تبونا منه أي دعم تحتاجه هنا راح يكون متوفر لكم لكن تخذوا تخذوا القرارات المطلوبة لكن للأسف تم المماطلة في الموضوع إلى أن انتهي للا شيء لذلك أنا صرحت قبل فترة معينة بأن أنا عندي توجه لاعتبار لتقديم قانون مؤقت لمعالجة حالة الطرق لأن التعامل مع حالة الطرق في الكويت على أنها حالة صيانة عادية مثل الصيانة التي تصير كل سنة هذا أمر غير صحيح عدت مرحلة الصيانة عدت مرحلة الصيانة شوارع الكويت اليوم في حال هذه مفارغة شوارع الكويت اليوم في حالة أسوأ من الحالة التي كانت عليها شوارع الكويت سنة 91 بعد التحرير يعني تخيل سبعة أشهر من الدبابات والدمار ووضع الطرق في ذاك الوقت أفضل من وضعه اليوم لذلك لما نتقدم بمثل هذه القوانين نتقدم لأننا نشعر بأن هناك قصورا في السلطة التنفيذية في تقديم مثل هذه القوانين ولكن أنا شخصيا لا أتمنى أنني أقدم هذه القوانين لا أتمنى أن السلطة التنفيذية تقوم فيها وتنتهي منها لكن للأسف أن هذا الأمر ما هو موجود لذلك نبادر بأن نقوم بهذا الدور الإضافي حتى نقدم لهذا الشعب شيء يستحق أنتوا اجتمعتوا وقعدتوا مستقبل خارطة تشريعية لما قعدتوا بالاجتماع الأول أكيد ما يمدي الواحد يحكم ولكن ما شفتوا ما قريتوا على الأقل بعد اجتماعكم في يجنة التنفيذية أبو عبد الرحمن بس تأكيدا على موضوع التوافق والتعاون التوافق والتعاون ما هو خيار أصلا لأن لا يمكن تصور عمل برلماني منجز وجاد ومحترم بدون توافق والتعاون بين المجلس والحكوم نعم فالحديث عن هل التوافق خيار هل التعاون خيار هذا أمر المفروض نحن انتهينا منه إذا كنا نحن كنواب مجلس أمة محتاجين لهذا التوافق وهذا التعاون من أجل إنجاز الأولويات التي نراها مستحقة ولازمة فالحكومة أكثر حاجة بعد منها للتوافق والتعاون داخل المجلس حكومة حتى تنجز أعمالها وتنجز دورها هي محتاجة إلى هذا التعاون هذا التوافق ما في شك متى ما كان هذا التوافق موجود بين الطرفين سيكون هناك عملا برلمانية صحية اللقاء اللي تم مع رئيس الوزراء مع سمو رئيس الوزراء في الفترة الماضية كان لقاء إيجابي الكلمات اللي كانت موجودة في هذا اللقاء كانت كلمات جيدة هو رجل أتى للتعاون هو رجل أتى لتنفيذ برنامج العمل الذي سيقدمه لمجلس الأمة في ستة اثنين وأكد على الاتزام بالمدادة الدستورية سواء في تشكيل الحكومة أو حتى في تقديم برامج العمل وهذا أمر إيجابي ويحسب له أيضا أنا ولو أختلف بعض الشيء مع بعض كلام الأخوان في مسألة الخارطة التشريعية الخارطة التشريعية ما هي كتاب مقدس لا يمكن المساس فيه الخارطة التشريعية تتكون مشققين أولويات نيابية وأولويات حكومية الأولويات النيابية بالنسبة لنا هي الشق المقدس من هذا ذهي الخارطة لأن هذه أولوياتنا التي تتفق عليها 48 نائب لكن الأولويات الحكومية يجب أن تأتي بمتوافقة مع برنامج عمل الحكومة وأنا أتفهم رئيس وزراء جديد حكومة جديدة وهذا الأصل أن يلتفوا هؤلاء الوزراء حوالين برنامج عمل واضح بالنسبة لهم أن يأتون هؤلاء الوزراء بدون برنامج عمل الملتفين حوالينا ستصبح حكومة بلا قيمة مشابهة لكثير من الحكومات التي مرت في السنوات السابقة فأنهم يأتون ببرنامج عمل قد يكون في بعض الاختلاف عن برنامج العمل الذي يقدم في الفترة السابقة يقتضي بالضرورة أن يكون هناك تقييراً ولو بسيطاً في الأولويات الحكومية فهذا أمر مفهوم وأمر متوقع ولكن يجب أن يكون هناك الالتزام بالأولويات المقدسة النيابية النيابية التي قدمت لأن هذا النتاج عمل النواب ونتاج لرقبة الشارع التي اختارها هؤلاء النواب لتمثيلهم بس عندكم مرونة أبو عبد العزيز يعني مثل ما أنت تفضلت بأنه قد يأتي رئيس الحكومة الجديد وفريقه بأولويات قد يكون فيها شوية اختلافات عن الأولويات السابقة عندكم مرونة للنقاش أبداً ما في أي مشكلة في التعديل بالأولويات الحكومية تبقى الأولويات التي قدمت من الجانب الحكومي هي أولويات حكومة سابقة صحيح اليوم نحن أمام حكومة جديدة إذا أتت ببرنامج عمل مقبول من المجلس وفيه بعض الاختلاف ويستلزم بين يكون هناك أولويات أخرى ما كانت موجودة في الخارطة التشريعية فما في مشكلة يعني بعض القوانين التي كانت مقدمة من الحكومة السابقة مرتبطة ارتباطها مباشراً ببرنامج عمل التي تم تقديمها إذا رأت الحكومة في برنامج عمل وقبل من المجلس هذا البرنامج ورأت أن هناك حاجة إلى إضافة بعض الأولويات أو تأخير بعض الأولويات في الأمر في مجال للتحرف المحق الرئيسي والاختبار الحقيقي أمام الحكومة الحالية هو في جسئية الالتزام بالاتفاقات أنا جل ما أخشى الأمر الذي كنا نعول عليه في الحكومة الماضية في حكومة 23 بأن ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة التسليقية وفي لجنة الأولويات يتم الالتزام في قاعة عبداللسالم أمام هذه الحكومة أن تكرر هذا الأسلوب وأن تكرر هذا النهج بأنه ما يتم الاتفاق عليه بشكل واضح ما بين النواب والحكومة بأنه يتم الالتزام في قاعة عبداللسالم بهذه الطريقة فقط يمكن أن يكون هناك عملا برلمانيا منجزا ما عدا ذلك رح يكون الأمر ضياع للوقت ضياع للمجهود ضياع لحقبة تاريخية للشعب الكويتي حقية في أن يستفيد منها فهذا الأمر هو المطلوب هذا المحك الرئيسي هو القدرة على التوافق والتعاون والقدرة أيضا على الالتزام بالقرارات التي يتم اتفاق عليها الأصلاح يمكن أبو عبدالعزيز له عدة أوجه أحد أبرز وأهم الأوجه أصلاح المالية العامة للدولة وانت عضو في لجنة الميزانيات أيضا من الملفات التي قد تحصلون فيها على تأييد واتفاق وقد يكون أحد الملفات التي تختلفون عليها وين شايف هذا الملف تحديدا وهو ملف مهم جدا جدا شوف أبو عبدالرحمن قبل الله لا ندخل في تفاصيل الاقتصادية خلينا بس نوضح للناس بأن وضع البلد ماليا واقتصاديا متين يعني ما عندنا مشكلة في الميزانية لكن وهذا نقولها بحسرة يعني وضع الميزانية العامة أو الموازنة العامة غير صحيح الوضع التي تدار فيه الميزانية ويخطط الميزانية العامة ويتم التنفيذ فيها سنة بعد سنة نتيجته حتمية ومعروفة نتيجته سيئة جدا لن يكون هناك بالإمكان في المستقبل بهذا الأسلوب من التخطيط وبهذا السلوب من التعامل مع الموازنة العامة مستقبل قريب والبعيد القريب والبعيد أنا أعتقد الوضع الميزانية وصلت 26 مليار في السنة أرغامها مرعبة أرغام الميزانية مرعبة لما تتكلم عن 9.8% إيرادات نفطية مورد واحد فقط معرض للضرر معرض للانقطاع معرض للتدهور بأي لحظة ممكنة 11% فقط إيرادات غير نفطية وجزء كبير من هذه الإيرادات القير نفطية أساسا إيرادات غير حقيقية أما مصرفات مستردة من الميزانية السابقة أو إيرادات غيذية لا قيمة لها فأنت أمام ميزانية نتيجتها في المستقبل سيئة أمام أيضا ميزانية 90% من مصرفاتها هي مصرفات جارية مصرفات بالعائد ما بين منح ودعوم ورواتب وغيرها و10% فقط في الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الرأسمالي أيضا الإنفاق على مشاريع صيانة وغيرها لا يوجد هناك خطة اقتصادية واضحة لا توجد هناك هوية اقتصادية واضحة أصلا للبلد استمرار في هذا الوضع استمرار في هذا الحال نتيجته حتمية ومعروفة ونتيجة لانتصر أحد الدكتور محمد الصباح سموه رئيس مجلس وزراء هو رجل أتى من خلفية اقتصادية ذكر بشكل واضح أن هناك عملا على هوية اقتصادية جديدة للكويت وهذا أمر زين وأمر جيد لكن من أسهل الحلول أنك تعالج الاختلالات الميزانية من خلال سحق الطبقات البسيطة في المجتمع من السهل أن تعالج اختلالات الميزانية من خلال إجراءات لا تراعي البعد الاجتماعي والبعد الإنساني في العمل العام من السهل أنك تعالج هذه الميزانية بتخفيف الدعوم بفرض ضرائب فرض رسوم وغيرها وغيرها من الإجراءات الإنجاز والإبداع والتميز يكون بأن تعالج هذه الاختلالات من دون أن تضر هذه الطبقات الموجودة متى ما أتت الحكومة ببرامج عمل ومتى أتت برؤية اقتصادية تحمي المواطن وفي ذات الوقت تعالج اختلالات الميزانية وتحمي الاقتصاد من وضعه الحالي فتأكد أن هذا الإنجاز الذي سنقف فيه تأكد أن هذا التعاون الذي سندعمه بشكل كبير لكن استمرار الدولة بتطبيق أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب هذا الأمر لن يقودنا إلى المزيد من التدهور على المستوى الاقتصادي وحتى على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فالمحق الرئيسي في هذا الجانب والإصلاح الحقيقي في هذا الجانب بأن يكون للبلد هوية اقتصادية واضحة وأن يكون أيضا لهذه الهوية معالجة للاختلالات الموجودة في الميزانية مع الحفاظ على الطبقات المستوى المعيشي للمواطني الكويتين نائب سعود العصفور ورسالة لي سمو الرئيس ما أعتقد أن سمو الشيخ محمد صباح السالم في حاجة حاليا إلى رسالة لأن الأمور مكشوفة الأمور واضحة للجميع يعني ما هي حتى على مستوى القياديين واضحة حتى للناس الحاديين في الشارع ما هو المطلوب شنو المتطلبات شنو الأمور اللي في حاجة لتعامل مباشر لكن اللي أتمنى أن يكون موجود عند الشيخ محمد بأن يكون هو المدافع الأول عن حكومته وعن وزراءه بحيث أن يكون هو خط الحماية الأول لهم بحيث أن كل من يقصر أو يقوم بدور سلبي في الجهات التي يتعامل معها أو التي يديرها بأن يكون هو من يبادر إلى محاسبة هذا الشخص ومن ينجز ومن ومن يقدم عملا جيد بأن يكون هو من يبادر إلى مكافأة هذا الشخص ودعمه هذه الأمور يجب أن يكون هو أول الأشخاص المعنيين فيها يجب أن يتأكد بأن كل المؤسسات التي تتقع تحت مسؤوليات وزراءه لا يتعرضون فيها المواطنين الكويتين إلى الظلم بأي شكل من الأشكال لا يتعرضون فيها إلى التعسف لا يتعرضون فيها إلى أخذ الحقوق هذه الأمور يجب أن يكون هو خط الدفاع الأول عن وزراءه بحيث أن يحاسب المقصر ويدعم المنجز الأمر الآخر الذي تمنى من سمو الشيخ محمد الصباح أن يكون هو الأقرب إلى الشعب الكويتي من جميع الوزراء ومن جميع عظمجز بلا استثناء بأن يكون هو الأقرب للشعب لأنه في نهاية الأمر هذا الشعب هو من يعمل من أجل الشيخ محمد وهو من يعمل من أجل سعود عصور وحمد المدلج ومهند الساير وعبد الله المضف وقيرنا في النهاية يجب أن يكون هو الأقرب لتطلعات هذا الشعب وتطلعات الناس ويكون قريبا منهم يعرف بشكل جيد احتياجاتهم يعرف همومهم يعرف ما يضيق عليهم بشكل مباشر من دون الحاجة إلى الانتظار تعميق المشاكل بتركها لتحل نفسها بنفسها ما فاد لي قبل ولا رح يفيد محمد الصباح اليوم ولا رح يفيد غيره بكرة لذلك أنا رسالتي